تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدد من ملفات العمل في مقدمتها المصابقات المركزية وخلال الاجتماع وجه مدبولي الجهاز بتنظيمه السابقاتين لسد احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين في عام 2024 إحداهم في يناير والثانية في يونيو وأشهد مدبولي بمنظومة المصابقات المركزية مؤكدا أهمية استمرارية حوكمة أعمالها ترجمة نانسي قنقر